نظام الأسد يعود لإستوانة التهديد موجها كلمات مباشرة للولايات المتحدة عبر ميليشيا قسد حيث توعد بالسيطرة على مناطق استلاء قسد سواء بالمصالحة أو بالقوة جاء ذلك على لسان وزير دفاع نظام الأسد علي عبدالله أيوب خلال لقائه مع عفود عسكرية من إيران والعراق الذي زعم فيه أن الولايات المتحدة ستخرج من سوريا لأن وجودها غير شرعي مؤكدا أن النظام سيبسط سيطرته على كامل الجغرافية السورية عاجلا أم آجلا وأدلب ليست استثناء على حد قوله وحول العلاقة بين وجود القوات الروسية والميليشيات الإيرانية في سوريا ادعى أيوب أن التنسيق المشترك بينهم وبين النظام أدى إلى القضاء على داعش والمقصود هنا مناطق وجود النظام فقط فمعارك ميليشيا قسد مع تنظيم داعش ما تزال مستمرة في جيب الباقوز بدير الزور نهيك عن الخلايا النائمة لداعش في مناطق الفصائل من جهة أخرى ثمن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري التنسيق بين الدول الثلاثة وقال إن نظام أسد وحكومة بغداد طلبت من إيران أن تقف إلى جانبيهما في مواجهة ما يسمى الإرهاب ولذلك قدمت إيران كل ما تملك وأضاف على ذلك رئيس الأركان العراقي عثمان الغانمي أن الأيام المقبلة ستشهد فتح المعبر الحدودي مع سوريا واستئناف التجارة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر